السل أو يسمى الدرن أو يسمى التي بي هو مرض معدي وخطير يصيب الرئتين وتسبب بكتيريا وينتقل من الشخص المصاب عن طريق الرذاذ الذي يخرج في الهواء أو عبر السعال أو عن طريق العضس أو عن طريق البصاق تهاجم البكتيريا الرئتين وقد تصيب أجزاء أخرى من الجسم يتطور مرض السل بصورة بطيئة مع استمرار السعال لفترة طويلة من الوقت يبدأ المريض بفقدان الوزن يبدأ المريض يتعرق ليلا بشكل كبير وقد تبقى هذه العدوى كاملة في الجسم لمدة طويلة من الزمن وتظهر بعد فترة طويلة تقارير منظمة الصحة العالمية تقول في عام 2022 أصيب ما يقدر بعشر مليون وستمائة ألف شخص وفي عام 2022 توفي في هذا العام من مرض السل ما يقارب المليون وثلاثمائة شخص فنحن أمام مرض مرعب ومرض خطير فلذلك حرصاً على عائلتك وحرصاً على أصدقائك لا بد من أخذ التطعيم ضد مرض السل الذي يسمى البيسي جي بادلوا بالتطعيم ضد مرض السل ودمتم بخيركم